موسيقى 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 فيديونا اليوم زي ما شفته بالعنوان مشترياتي للعيد فهذا اليوم صراحة قررت اني اقاضي للعيد من بدري نخلص من المشاكل كل سنة اني انا اتقضى اخر الناس او اطلب طلبيتي وما توصلني الا قبلها بكمية واحيانا ما توصل فقررت ان اعالج هذه المشكلة وابدأت قضى من بدري ونوعا ما بديت ارجع للاساليب القديمة اللي كانت اثويها اللي هي اروح للبحرين الستي سنتر اخر لي كنفرر محترمة عشان اطلع باللبس العيد فبس هذي تقريبا انت غاصيل الفيديو لليوم اروح كده للبحرين صدرت رح اخذ فيها رح احاول اني اخذ فيها لبس العيد وكم شي ناقصني وبس رح الحين ابدأ اتجهز ونطلع سوى للبحرين خبعا اخترت هذه العباية لانا صراحة من اريح العبايات بالنسبة لي وانا يهم ان لما اسوي شابلنج لازم عباية مريحة فقردي اخترت السبورت شوز جوت رياضة ضرورية عشان اقدر اخذ الجولة ونطلع رح البس هذي الشيلة رح امسك معها هذي الساعة ونطلع والشنطة رح اختار هذي الشنطة طبعا هي اريدي شنطة ماما هذي الساعة الساعة اخترته لو ترون عندكم ورا الشنطة اللي انا بيه هذي الساعة الله يسلمكم هذا الساعة لم تستخدمتها عليك كل الشناط عندي ينفع لهذا الساعة لدي لوننا لا يعتبر لون محايد بس بالنسبة لي فبس كذا اكون جاهزة لطلع لطلع نزيد بس فأنا جئت أمس مرة مهلوكة من السوق و جئت على طول تسحرت فما أمداني أوريكم مشترياتي لكن رح أوريكم صراحة جزء منها الجزء الثاني كلها أشياء للعيد وبدلة العيد وتفاصيل حق العيد هذه للعمانة خلصت جزء منها من السوق و جزء منها خليتها أولاين طلبتها أمس يعني أمس خلصت كل شيء فصراحة تسجل في التاريخ أني أنا خلصت لبس العيد من بدري من قولها يجي 15 ربضان فصراحة حاجة فللأمانة جبت شامبو كندشينار من ناتشرال ريبابليك بس زي ما تشوفون استخدمتهم ولعالي تحمست شوي بالكمية صراحة حطتهم هنا عشان أصور لكم يعني قلت يعني دبلما أني بصوره لكم حلو أني أعطيكم تجربتي مرة واحدة مع أني جربت مرة واحدة لكن للأمانة جربت شامبو بالأرقان مرة كثير يعني إلى الآن ما استقريت على شامبو ناسبني ناسب نوعية شاعري فإلى الآن بالنسبة لي من أول تجربة هذا من أصدق مرة أعجبني بنات جنن ترطيبة حلو لأن صراحة الفترة هذه صعبة شاعري ولعبة فيه فالترطيب جازل مرة وحلو وبرت وشريت مرة أخرى هذه المسطرة تنفعني لعيد أكون مستعجلة ومعدي لك أتسوي أشياء طبيعية فحبية أتجرب هدون يعني صراحة لم أتجربت النوع هذا من قبل لكن أجربه معكم شيء الثاني اللي هو أخدت هذه الشيين من NYX أخدت هذا اللي هو اسمه Powder Buff يجي زي الروج كده يعطيه لا أدري كيف أشرح لكم بس أنه شفت على اليوم مدح مرة كثير وهذا اللي بلاينر من NYX درجته صراحة موباين عندي درجته المهم أني جربته في المحل عنده وكاكن تورينج للشفايف مرحلوا فحبيتهم مع بعض دعني أوريكم كيف شكله شوفوا شكله كذا مرحلوا أعتقد أنه بعد يصلح بلشر فحبيتها مرحلوا مرحلوا بدرجة روج مرحلوا ولو توزعونها كده شوي ممكن تصير لكم بلشر فمرحلوا مرحلوا حبيتها فهذا بالنسبة لل NYX سأخبركم اللي هو الجلوس جبت الجلوس من كيكو طبعا كيكو معروف مرحلوا لا توقعني أشرح لكم عنه أخذت الجلوس الشفاف منه إذا تشاهدون لأن صراحة كانت تجربتي فيه بالروج اللي يكون يجي من جهة روج وجهة الجلوس فاكتشفتني أنا أستخدم الجلوس أكثر أسوي خلطتي بالأرواج مثلا أستخدم البلاينر اللي منه شوي مع الروج وضعه في الجلوس وضعه في الجلوس يطلع مرحل لم أحب صراحة استخدم الروج فأقول لكم إذا كان هنا هنا هذا شوفوا أخذت درجة الغلط أخذت هنا درجة واحد فما حبيت الروج وشوفوا هنا كان شفاف مخلص فخلص قلت أنه تعجبك الشفاف معناتها أن نروح للشفاف لأن الكمية اللي فيه صراحة أكبر وإذا مجربين أرواج من شيك ودرجتها حلوة شاركوني عشان ممكن تجربتي تتغير أو رأيي تغير عن أرواجهم فشاركوني تهاتم التعليقات وفي عندي هنا أخذت من باث ان بادي عثر الجسم هذا بادي مست صراحة أول مرة أجربه شفت أحد صاحباتي تمدح لي من فترة فبس مرعتهم لقيت عندهم تخفير وأخذت هذا صراحة شميته وريحته مره وإلى حين حبايبي أكون وصلت معاكم من نهاية الفيديو أتمنى أن الفيديو يكون أعجب ولا تنسون أني لسه مستجدت في اليوتيوب فصراحة مرة يفرق معي الدعم حقكم فلو تحطون لايك وتسعون اشتراك للقناة وتفعلون جرس التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد أكون مرة ممتنى لكم وبس تصبحون على ألف خير وشوفكم الفيديو جديد بأمان اشتركوا في القناة